اشتركوا في القناة شاب يعني مع الشعب يعني في خنشلا ولا في ثمن راس ولا في زي وزه ولا متبسة ولا يعني شاب ليواجه صعوبات السيد خالدي زاد في نادي صانوبر عمره ما كان عنده مشكلة أملعب ما يقدرش يحسب شاب في ثمن راس لي ما عندهش وين يلعب ما عندهش كورة ما عندهش يعني مرافق هو من لي زاد هو عنده كلش ما يقدرش يحسب الشاب الجزائري ليسكن في المناطق الداخلية بعيد عنده مشكلة شابة لازم الوزير يكون مش شاب يعيش المشاكل بتاع الشاب خلاص هذه كل وزارة أبكري أنا نشوفه اليوم ووزيريه بطل الشعب يشوف المشاكل تاعه سيارة ميدانية عفوال عفوال لكن يعني نقولها بكل صراحة يعني لكن خطأ كبير على رأس وزارة شابة ورياضة إنسان سيد علي خالدي لأنه شوف أنا نعطيه لكم من باب من الأسباب الأولى كإعلامي لم أراه يوما يديره ندوة صحفية أو حوار في الرياضة دار زوج حوارين واحد في تلفزيو العمومي يتكلم فقط على الشابة يعني اختصاصه ما هوش اختصاص تاعه الرياضة ثانيا أسوأ حقبة في العشر السنة السنة الأخيرة هي مع خالدي أنا نقول لك يتحمل جاء من الكاسات اللي جالس في الفترة تاعه يعني بمعنى بمعنى هل يجب أن يغير لا معا ما كاشو سيزيدي دير في الرياضة سيزيدي علي خالدي نتمنى ولو التوفيق في مهام أخرى موسيقى يا نمبر وان بهدلتنا هذا لسان قناة سطشي تيفي يا نمبر وان بهدلتنا يا نمبر وان دخلتنا في حيط يا نمبر وان دخلتنا في حيط يا نمبر وان فضعتنا يا نمبر وان فتحت لنا أبواب جهنم علش عليك يا نمبر وان بهدلت بروحك وضعت نفسك في مأزق وضعت قناة زاتشي تيبي في مأزق دخلتها في حيض بعض بعض فقط أنا أقول بعضة بعض من أتباعك دخلتهم في حيض بعض من أصدقائك وأحبابك وأحباب زاتشي دخلتهم في حيض ها هلاش وزير وكليب ديبان ونادي صانة وبروة وأمور شخصية ري كلام كين كلام ما يتقالش هم قابل درك تحمل مسؤوليتك عصيم تحمل مسؤوليتك تحمل مسؤوليتك دخلت في حيض ودخلت قناة زاتشي تيبي دخلتها في حيض كنت نعرف نمبر وان الكلام نتاعه كان قاصده أنه تعديل الوزاري هذا يروح رئيس عفودي يروح وزير الرياضة بقرار بين رئيس الجمهورية لكنه شيء الأده هو الأمر يا نمبروان أنه رئيس الجمهورية جدد ثقة في وزير الرياضة الخالدي دبر رأسك أنا هناك دبر رأسك تحمل مسؤوليتك الشيطة تخليني ينجس ناس الشيطة تخليني ينجس ناس الشيطة تخليني ينجس ناس يسيدي حتى لو نجس ناس أنه نادي الصنوبر ومتربي في الصنوبر هذا كلام غير لائق حتى نكون أنا ضد الوزير هذا وليس نختلف في آراءنا ولا نختلف في الأفكار ولا نختلف في طريقة العمل اللي انتاعه ولا السياسة انتاعه ولا البرامج انتاعه ومع أهداف ما حققهاش بس ما نقدرش نقوله جاي من ناس صنوبر ومكش متربي مع الشعب وما وما أمور هذي أمور شخصية نوعا ما أنا تقد أعمله من حقي أعتقد العمل اللي انتاع الوزير ما أعجبنيش للعمل اللي انتاعه أو ننتقده عادي جدا كمواطن ما أعجبنيش ما كش قد تأذي في العملتك لكن اني توصب بي الأمر انه نعد ننتقد في أمور ولا نتكلم في أمور شخصية هذي كبيرة يا أخي كبيرة هذي فاتت كل الحدود لابروس فاتت حدود كل يعني فاتت الحدود تع الشتاء هذي يقولها الشتاء في أبها حلة الشتاء في أبها حلة يعني الشتاء لسيدي سيدك ما نقول سيدك يعني سيدي يعني نتكلم على لسان نمبر وان زد شي سيدك زد شي تخليك أنه تهاجم ناسي أمور شخصية هذي كارثة بأتم معنى الكلمة الآن وزير رياضها في موقف قوة في موقف قوة ما يكوني في موقف ضعف كان أطراف ليسه طرف واحد نمبر وان الشي ما فرغ منه نمبر وان خلاص قابل الله يسأل عليك دب الراس قابل زد شي تيفي في موقف ثاني صعب ويحسد علي الثالث زد شي نيو رغم أني قلتها زد شي ناب نسبة لي خلاص ورقة وتحرقت ورقة وتحرقت صحيح زد شي تسأل الشعب كامل الشعب الجزائري قاطب بأن الجزائر قاطبة يعني من كل بقاع الوطن شمال شرق جنوب غرب خارج جزائر يقول لكم كذلك هذا ما ما قدم ولا شي للكرة جزائرية وما قدم ولا شي لمنتخب الوطني هذا يعرفها العمل الخاص لكل حال إذن نمبر وان ادخل في حيط نمبر وان تمادة كثيرا صراحة مش غير الوزير قاس ناس آخرين قاس أشخاص آخرين يعني ما وصلوهش ما قاسوهش خاطئينه يعني ما ناضروا صراحة بالدرجة بش نستفهم منها الناس اللي قاسهم نمبر وان ما ما ضاروش به يعني ما مجرد أنهم انتقدوا سيده زد شي انتقدوه قدموا أفكارهم وهو نمبر وان ما ريض عنده عقدة نفسية انت اللي يجيس زد شي انطيح عليه اللي ينتقد زد شي انطيح عليه يعني لازم مني انشيط ليلا نهارا واحد ما يسني في الأبراث لكن سبب الأمر انك توصل بيك انك تقيس حياة الناس والأمور الشخصية للناس انت انت اتهاجم مثلا حافي الدراجي ولا تهاجم رئيس السابق رو راو ولا تهاجم الوزير الرياضة هاجموا من حقك أنا ما كنا لكش ما تنتقدوش في أمور تعلق بالعمل انتاعه ولا بأفكار ولا بصحة تتلعق أمور شخصية هذه صراحة يعني ينفرد بها إلا نمبر وان حصرية تلك هو عند النمبر وان نمبر وان بركو اللي عنده الحصرية يطيحل الناس ويسب الناس ويعير الناس وشكك فيه وطانية الناس هل أساسوش؟ لأنكم قصو سيدي خير الدين زتشي هذا هو نمبر وان إذا نمبر وان تحمل مسؤوليتك الله يسهل هذه هي نقولها لك تحمل مسؤوليتك افتحت أبواب جهنم عليك وعلى قناة زتشي تيفي وعلى عمال بعض العمال اللي في قناة زتشي تيفي وفتحت أيضا نار على أبواب جهنم أيضا على زتشي الآن روزير في موقف قوة نمبر وان في موقف قوة مباقية إلا من الكثير إلا القليل قليل قليل جدا ما قاش نمع في نهاية فيفري وش تبقى فيفري ما فيه والو مارس نبقى لاجهنم الأبواب حكاية شهر شهر نص وتنتهي المسرحية الزتشية ونمبر وان أين نجدك نتوحشوك نمبر وان صدقني لأنك مسلسل كوميدي بمتياز نتوحشوك نمبر وان للأسف إذا نمبر وان تحمل مسؤوليتك ومسؤوليتك أعمال اللي يدرتها صراحة شيء عنده الجبين يعود إعلامي ولا صحفي يسب ناس و يعني وطيح في أمور شخصية اللي تقسل الناس في يعني شيء تافه يعني الشيتا و لابروس يعني نجل الشيتا لابروس نسب الناس يعني هذا مستوى في الحظيظ للأسف للأسف هذا هو المستوى في الحظيظ مستوى بعض ليس كل صاحفين بعض الصاحفين لعلى جل الشيتا رداء أنا أسميها الرداء للرداء أهلها يعني للأسف نتمنى كل توفيق للكرة جزائرية ونتمنى التوفيق أيضا لرئيس الاتحادي إن شاء الله الجديد اللي رح ينتخب وإن شاء الله يقدم الإضافة للكرة جزائرية في الأخير متقنع مع مزمن فيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته